ما الفرق بين يصرخون ويصطرخون؟ أحبابي لا تنسوا الاشتراك في هذه القناة ولا تنسوا مشاركة هذا المقطع مع أحبابكم وأصدقائكم لكي تعمى الفائدة وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل لماذا الله سبحانه وتعالى قال هنا يصطرخون ولم يقل يصرخون؟ وما الفرق بين يصرخون ويصطرخون؟ وما الإعجاز البلاغي واللغوي في هذه الكلمة؟ وعلى ما أفادت زيادة حرف الطائي في يصطرخون؟ يصرخون قد يكون بصوت عال أو صوت منخفض أما يصطرخون فلا يكون إلا بصوت عال جدا فلو سمعهم أهل الأرض لصم آذانهم من شدة علوه وضجيجه ويصرخون قد يكون الصراخ مستمرا وقد يكون متقطعا أما يصطرخون فهو صراخ دائم لا ينقطع ولولحظة واحدة وهناك أيضا إعجاز لغوي في أحرف كلمة يصطرخون فالياء هي ياء المضارعة والتي تدل على الاستمرار وهو استمرار العذاب أما حرف الصادي والطائي والخاء فهم من الأحرف المفخمة المستعلية القوية والتي تدل على ضخامة وعظم العذاب أما حرف الراء فمن صفاته التكرار والاضطراب وهذا يدل على تكرار العذاب مرة تلو المرة وعلى اضطراب حالهم وخوفهم وجزعهم أما حرف الواو فهو من أحرف المد والطول وهو يدل على طول العذاب وامتداده أما حرف النون فهو دائما يقترن بالحزن والألم والأنين الذي يكون بعد العذاب فسبحان الله الحكيم على هذه البلاغة العظيمة في القرآن الكريم